يواصل فريقاء الأهل وبارامدز استعدادهما لخوض مباراة كأس السوبر المصري في السابع ونصف من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ضبي ويسعى النادي الأهل للفوز ببطولة السوبر للمرة الثالثة عشر في تاريخه فيما يطمح فريق بارامدز إلى تحقيق أول لقب في تاريخه تتجه أنظار عشاق ساحرة المستديرة صوب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتية حيث مباراة الأهل وبارامدز في كأس السوبر المحلي لموسم 2022 يشارك الأهل في اللقاء بصفته بطل كأس مصر للموسم الماضي بعد أن تغلب على بارامدز بهدفين مقابل هدف واحد ويسعى المالد الأحمر للفوز باللقاء ليرفع رصيده من ألقاب السوبر المحلي إلى ثلاثة عشر لقبا في تاريخه وفي لقاء السوبر أصبح من المؤكد غياب العديد من نجوم القلعة الحمراء عن خوض المواجهة أمام بيرامدز وهم كل من عمر السولية ورامي ربيعة ومحمد الضاوي بداعي الإصابة وأيمن أشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية أما فريق بيرامدز الذي يأمل في الفوز باللقب الأول في تاريخ النادي فيشارك في اللقاء بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن عدم خوض المباراة بسبب قرار لجنة التظلمات بتعليق تنفيذ عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إثنتي عشرة مباراة الفريق السماوي يفتقد خدمات عبدالله السعيد قائد الفريق بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية والتي تعرض لها في مباراة الأهل في نهاء كأس مصر كما يفتقد الفريق خدمات المدافع أسامة جلال بسبب إصابته بقطع في وطر العضلة الضامة ليغيب على إثرها عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري كما يغيب أيضا الحارز شريف إكرامي على خلفية أزمة تعاطيه المنشطات مباراة لا تقبل القسمة على اثنين كلا الفريقين يرفع شعار لا بديل عن الفوز الأهل لإضافة بطولة جديدة لرصيده وبرامد من أجل أن يسلك طريقه نحو البطولات